اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة التزام الوزارة بتحقيق اهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة كامل بمشاركة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية وفي مستهل كلمته اشار سعادته الى ان برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل يسعى لتحقيق عدد من الاهداف ابرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة طبعا هذه البرنامج يهدف الى قياس مدى مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني ويمنحون من خلالها شهادة القيمة الوطنية او المحلية المضافة الهدف من هذه البرنامج هو تعزيز المحتوى المحلي في المنتجات الصناعية بالاضافة الى اعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات والمزايدات الحكومية بنسبة 10% اذا ما تم تحقيق نسبة 75% من معادلة تأخذ في عين الاعتبار عدد من العناصر من ضمنها الراتب المدفوع للمواطن المنتجات والخدمات المحلية التدريب وتطوير المواطنين بالاضافة الى البحث والتطوير وغيره من العناصر